وفي الجهد الحكومي وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبول إلى سحب يدي أكثر من 26 موظفاً تابعاً للمديرية العامة لتربية الديوانية بسبب شبهات فساد وهدراً للمال العامة وأكد الوزير المضيق قدماً لغربلة المؤسسات التربوية والحد من آفة الفساد المنهك للعمل مضيفاً أن القرار جاء بعد تشكيل فريق تدقيق مختص ولجنة تحقيقية عليا للبد في الموضوع وفي ملف ذي صيلة أعلنت هيئة النزاهة ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب وهدر المال العام بمبلغ 426 مليون دينار في الناصرية